بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله وبعد فإن الإسلام سلام وإن الإيمان أمان هكذا عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم عندما قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وهذه رواية صحيحة هكذا يعرف لنا المسلم في أوضح تعريف وأبسط صورة لا يحتاج الإسلام إلى كثير تعقيد وإنما يحتاج إلى سلامة قلب الإسلام دين كله سلام والمطلوب من المسلم أن يلقى الله بقلب سليم حتى يدخل الجنة بسلام حتى يكون من أهل دار السلام معنى هذا أنه بقدر إحساس من حولك بالسلامة من أذاك بقدر تمكنك في دينك نعم هذه هي الحقيقة ليس الغدر من شيء بالإسلام إذا أردت أن تقيس مدى إسلامك فانظر إلى إحساس من حولك بالسلامة من أذاك والإيمان أمان أيضا المؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولا بالدعاوى العريضة وإنما الإيمان عندما يشعر من حولك بأنهم آمنون من غدرك آمنون من أن تدلس عليهم نعم الإسلام قيم والإيمان مثل وأخلاق والإيمان قيد الفتك يعني أنه لا يفتك مؤمن ولا يغدر مسلم بهذه البساطة والسهولة علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنى الإسلام والإيمان عندما سأله عمر بن عبسة في أول البعثة ما الإسلام قال الصبر والسماح إذن فالقيم هي أساس الإيمان والإسلام ألا أنبئكم بأكمل المؤمنين إيمانا قالوا بلى يا رسول الله قال أحسنهم خلقا هكذا يعلمنا أن درجتنا في الإيمان إنما تقاس بمدى أخلاقنا وقيمنا ومثولنا ومبادئنا ما أجمل أن نعود إلى المنبع وأن نعيش القيم وأن نعيش العقيدة إيمانا بالغيب وسلوكا في الواقع حتى نعامل الحق في الخلق لأن تكون عبادتنا مجرد طقوس تتحول إلى إجراءات ليس فيها حس ولا معنى من هنا ألف الإمام الغزالي كتابه العظيم إحياء علوم الدين إحياء علوم الدين أن تمارس عبادتك وشعائرك وأنت تستشعر فيها القرب من الله وتشعر أنها تزيدك خلقا فتخرج من الصلاة إنسانا مختلفا عن الذي دخلها قد ازداد خلقا وازداد كرما وازداد سماحة وازداد صبرا وازداد إيمانا وسلاما روى الإمام البخاري في جزء بر الوالدين عن سفيان بن عيينة أنه سئل ما الإسلام قال الإسلام السلام أنت سالم مني أنت آمن مني بهذه القيم استطاع علماؤنا أن يفهموا الإسلام وأن يطبقوه وأن لا تتحول العبادة عندهم إلى إجراءات وطقوس بل كانت صلة حقيقية تصل المخلوق بالخالق كانت ترجمة للعقيدة إلى السلوك الذي يظهر على الجوارح رحمة وشفقة وجبرا للخواطر وسلاما من الأذى وأمانا من الغدر وبعدا عن الخيانة ما أحوجنا أن نعيش الإسلام والإيمان في وظائفنا في سلوكياتنا في تعاملاتنا في أخلاقنا والله لتتغيرن حينئذ أحوالنا فاللهم أصلح أحوالنا ويسر أمورنا وجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر